اشتركوا في القناة بس انت مساقب انه انت مجوز ولك شي عشر سنين ما في ولد واجه اول ولد هلأ هلأ خلي الصبي انت وفيت قالوا لك فرحة ما لا توصف على الوجه بس العيوني غريبة مناحة فرحة بدى شوف هالأمل كله بوجك مع الحزن ما تخلينا بالغنية يعني فرجيني انت قديش مبسوط بهالصبي للك عشر سنين ناطرو بس بدى نغني الغنية متل ما لازم بالشجن وبالحنين يلا فور يهي 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 ي يا أبا يا أبا يا أبا يا أبي يا عيوني لا عيوني غريبي ولا صوتي غريبي ضيعني حبيبي ومن حدي قريب بضيعني ولقاني مرهون بيداي ولا كلمي حكاني حكاني بعيني قصتنا طويلي أولها عتاب من الدنيا البخيلي كبرنا العزاب أنا لولاك يا حبيب ما تعلمت الهوى أنا لولاك يا حبيبي ما عشنا سوا شكرا مروان اليوم غنى حلو تامر وخامته مبين مثل العادة أنه حلو في روندار بالصوت عم يفتح تمو أحسن من قبل ولكن نفسه كثير مشنج وعم ينسمع كثير كل الوقت وهذا الشي بمطرح بتاعي بصحيح هو كان يبين أنه يغنى متأثر بالولد لأنه يغنى حلو بس النفس كثير متعي بوقت يكون هكي لو غنى أكتر كان عن جد ما بقفنا نسمع مع القد نفسه أكيد كنت بفضل يغنى شوي أكتر ومروان يجب أن يكون أروق بالأفليت تابع له مروان صوت جميل جدا هيدا كلنا بنعرفو في حد هالصوت الجميل جدا في ديفويت عقد مروان يعني أول شي طويل عريض بس بفكر الواحد إنه ما عنده ترك خوف بس بخاف كثير وبكون معصة بصفي بالقرار تحت كثير حلو عنده بالصف اشتغلنا هذيك اليوم كان عم بيعرض جميل جدا ريزونانس كتير حلوة بس من ورا نفسه عم بضيعون بيّن شوي هلأ اليوم بس اختنق بالآخر بس بده شغلي كتير بيتي في شغلي كتير عندك لامروان لأنه مروان شاب مميز لازم ننتبه له كتير طيوسا بس هالشغلة لأنه في عنده ديفو عقد جميل صوته بما أنه أنا إلي شوي بالتمثيل أنا مثلا لو طلبوا مني هيدا الإجزرسيس كيف أنا بمثل كنت بالأول يمكن حطيت إيدي هيك عخواصري انه انه ليك الله شو عاد بعطلي يعني أسرني تأسرت هيك صدقته كتير وشوي صار يروح ويجي مثل الضايع يعني شو بدي بالصوت يعني صوته حلو ومظبوط متل ما عم تقولي بتاعب نفسه بس الاتتتود اللي غنى فيها انه هالحمار بالوجه وعب يروح ويجي مش مصدق الدني مش سيعته أنا برأيي لحد هلأ أحسن حدا فرجاني الحالة النفسية طبع الولد انه هو جيه ولد وجيه عم بغني حتى نفسه اذا بدي اخده انا قد فلسف بقول انه انقطع نفسه على هالخبرية يعني الاجزرسيس مية بالمية هلأ كان لازم صوته ما يتأثر كان لازم نفسه يكون أطول صار متل المستعجل بدو يفل يمكن انت يشوف الصبر بس انا الاجزرسيس متل ما هو انا لقليه مية بالمية طبعا عنده اشيه بالصوت حسينا انه النفس متقطع طول كأن جاي ركد يعني بيجي بغني كأن جاي ركد هيدا بيجي من الخوف لانه بالنهاية هن ببرنامج محضور كتير ومنه هيني وبدو يسبته حالون اكيد لما يكون قاعد ببيته عم بغني بيكون اريح او لما يكون بين اصحابه بيكون اريح مما هو اليوم قدام بفحص يعني بالنسبة لمروان الفائي فيان يعني لما ساي روحوا يجيوا حاط اداعا كتافوا كل هيدول مزبوط كلوديا خدموا الفكرة ولكن انا بلاقي انه فيه بعض من الاول هو غد النظر عنا يعني النسياء كليا هو فيتي يغني بما كان لناس انا حسيته عم بيغني بكلوار الاوبيتال او باوتو يعني ما حسسني انه كان فيتيت لجمهور وبعدين اجي الخبر فبالتالي حتى كنت متوقعة بلاحظة يوقف يقول يا جماعة انا ملبك انه اجيهن اصابه كذا 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 ويرجع يطلع فينا وكافه فمتش قصدي يعني السيطواتي دو دبار هو كان فيتيت يغني بما كان لجمهور هاي دي يلي هو كليا غد النظر عنا كل شي عمله خدم الاغنية خدم السيطواتي سوري باس مش الاغنية خدم السيطواتي باس ما خدم اذا بدك هو صورته كمطرب او كمغني عم بيقدم اغنية لجمهور فبالتالي الجمهور بانه عارف انا اذا عم بشوفه هيك اذا انا ما بعرف شو السيطواتي بتعب بصراحة بتعب لقي حدا عم بيروح وينطنته يجي ويلي بتاعبني عند مروان بغض النظر من صوته الرائع هو عرض العضلات التعريب الزيادة الطلعات المنزلات يعني بحس انو صوت كتير حلو بس بليز عطيني يعني هيك شي جملة انا يعني انا افهمها قد ما افهم موسيقى يعني اقدر انا قلقت الريتم يعني مش كل الاشخاص عندهم السنسبلية على هالتعريب تزخرف انو عطيني شي جملة هيك تفوت لقلي انا انا مستمعها عادة ما كتير بفهم بالموسيقى هايدي الشغلة بحس انو لازم يوصل لبساطة اكتر وقت اللي عم بغنى والبساطة تغرب تمتلك جسم وساعتها بتروح مع الجسم هايدي رأيي بالنسبة لمروان انا صدقته بالحالة لانه هيك كان عن جد كان في شيء او حايص بدي روح يشوف الولاد وكل هاو ده ولكن بالنسبة للمغنى انا بشوف انو صوت مروان لازم يكون احلى من هيك الاداء اللي بيعطيه يعني الصوت اللي بيملكه لازم يخوله انو يعطينا اداء كتير اجمل وكتير اندرج المشكلة الوحيدة انو بيحس الواحد انو بيهديقتان ثلاثة ان كان بالبرايم وان كان بالأيفال بده يفرجي كل شي بيعرفو بينما بالحقيقة مش لازم هات لازم انا قد ما بتستاهل الغنية اعطيها ولازم المستمع يعرف انو انا صوتي كتير حلو من دوم ما فرجيها القد عرض عضلات هايدي مرحلة بيمرقوا فيها كل الناس بيبقوا بعد اول من بلشين الشباب يبقى عندو روح الشباب اندفاع الشباب بتخيل مع الوقت بتديروه لانو الصوت متل ما بينضج العقل والانسان وجسمه وكل هالتفاصيل بينضج صوته وبينضج اداءه هو بحاجة انو ينضج عالسريع لانو عندو اشيه كتير حلوة بصوته حرامي ضيعة بهاو دي الامور